السلام عليكم أسعد الله وقاتكم كل خير لو شخص باء علاج على أنه مضاد لفيروس كورونا هو ليس طبيب ولا مختص في علم الأدوية لطلبنا جميع من الجهات المختصة محسبته معامل وتجارب وأموال تصرف لإنتاج هذا اللقاح وهذا الأفاك يخدع الناس وربما ضرهم حال هذا مثل واحد ما يملك أدنى عنب الحديث ولا قراء كتاب البخاري ولا يعرف حتى اسمه ولا يحفظ عشر أحاديث مع الراوي ثم يطعن في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ليس من تأليف البخاري بل هو جمع للأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فما يطعن في صحيح البخاري إلا جاهل أو حاقد والهدف هو الطعم بالسنة إذا تتهم وتشكك في أصح كتاب للسنة فكيف حال بقية كتب السنة حديثنا اليوم عن أمير المحدثين إمام ارتبط اسمه بالحديث وعلم يعرفه كل مسلم هو محمد بن إسماعيل البخاري في الأصل غير عربي لكن المؤمنون إخوة والميزان بالتقوى ولد البخاري عن 194 هجري في بخارة وهي جمهورية أزباكستان اليوم من والدين صالحين توفي أبوه وهو صغير وعاش اليتم في صباه لكن والده ترك له مالا وقال عند وفاته لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا شبهة كان حتى شبهة يجسنبها فلا عجب أن يكون نتاج هذه العفة صلاحة ذرية نشأ البخاري في حجر أمه الصالحة وانطلق في حلق العلم ومن ورائه أمه تدعو له وتوجهها فحفظ القرآن وحفظ سبعين ألف حديث سردا وهو صبي رزق الله البخاري قدرة في الحفظ فائقة كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ من نظرة واحدة ولما كان البخاري في بغداد أرادوا أن يختبروا حفظه فاجتمعوا وقلبوا متن وسند مئة حديث ودخل عليه عشر رجال كل رجل يقول عشر أحاديث والبخاري يستمع لهم وعرف أنهم يريدون اختباره فلما انتهوا ذكر لهم المئة حديث التي بدلوها قد حفظها من أول مرة ثم رد كلمة لسنده يقول رحمه الله أحفظ مئة ألف حديث صحيح وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح تنقل رحمه الله في طلب العلم بين مكة والمدينة والشام ومصر ونسابور والبصرة والكوفة وبغداد وواسط ومرو والري وبلخ قطع راكبا وماشيا أكثر من أربعة عشر ألف كيلومتر فلا يستغرب قبل البخاري رحمه الله قبل موته بشهر كتبت عن ألف وثمانين نفسه صنف البخاري ما يزيد عن عشرين مصنفا منها الجامعة الصحيح والأدب المفرد والتاريخ الكبير والتاريخ الصغير وصحيح البخاري هو أشهر كتب البخاري بل هو أشهر كتب الحديث النبوي قاطبة بذل فيه جهدا خارقا مكث في جمعه وترتيبه وتبويبه ستة عشر عاما يذكر البخاري السبب الذي جعله يقوم بهذا العمل الكبير فيقول كنت عند إسحاق بالرهوة فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح كلمة من مرب أنتجت مشروعا يكفي بالرهويه أن يشارك البخاري في أجل الصحيح وهو لم يعمل عليه فقط أعطاه الفكرة عدد الأحاديث التي في صحيح البخاري سبعلاف ومئتين وخم سبعين حديث اختارها من بين ستمائة ألف حديث تنبيه لو جمعنا الأحاديث الصحيحة والضعيفة ما تصل إلى ستمائة ألف حديث ليس المقصود كل حديث مختلف عن الآخر أوضح بمثال قال النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ما فسمعوا خمسة من الصحابة وكل الصحابة من الخمسة نقل الحديث للتابعين فأصبح لهذا الحديث خمس طرق ولو كل تابعي نقل الحديث لخمسة من التابعين أو تابع التابعين لأصبح لهذا الحديث طرق وأسانيث كثيرة والمحدثين يعدون كل طريق من هذه الطرق التي توصل الحديث النابوي يسمونه حديث اشترط البخاري شروط صعبة ليتأكد من صحة الحديث وهي أن يكون معاصرا لمن يروي عنه أي اشترط الرؤية والسماع معا هذا إلى جانب الثقة والعدالة والضبط والإتقان والعلم والورع وكان البخاري من ورعه لا يضع حديثا في كتابه إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين ابتدأ البخاري تألف كتابه في المسل الحرام ومسل النبوي ولم يتعجل في إخراجه للناس بعد أن فرغ منه ولكن تعهدوا بالمراجع والتنقيح وبعد هذا كله عرض الكتاب على كبار المحدثين مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحي بن معين فشهدوا له بصحة ما فيه من الحديث ثم تلقته الأمة بعدهم بالقبول باعتبار أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل قال ابن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل وقال حافظ بن كثير هو إمام أهل الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه وقال وقد كان البخاري رحمه الله في غاية الحياة والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء والرغبة في الآخرة دار البقاء طلب الوالي من الإمام البخاري أن يحضر إلى منزله ويعقد حلقة خاصة لأولاده لا يحضرها غيرهم فامتنع وقال لا أخص أحدا ولا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في مسجدي أو في داري ولم يعجبك هذا فأنك سلطان فمنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله ومن القيانة لأني لا أكتم العلم فغضب عليه الوالي واستعان بخصومه حتى تكلموا في مذهبه ونفي من بلده ابتلي البخاري في حياته بابتلاءات شتى بعضها من أقرانه وبعضها من الولاة وكان في كلها عفا اللسان فلم يحفظ عنه أنه تجنى على أحد من خصومه لا بقول ولا بفعل فمن حوى السنة في صدره حري به أن يمتثلها يقول رحمه الله أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا ما كان يقول فلان كذاب أو مدلس ولكن كان يكسو ألفاظه فيقول فلان سكتوا عنه وفلان فيه نظر قارن عفت لسانه مع من آذاه بل مع صنعته أجرع التعديل شتان بينه وبين من صلط لسانه في أذية عباد الله مات البخاري ولم يخلف ولد ذكره ولكنه خلف كتابا عن آلاف الأبناء رحم الله ذلك الإمام وجزاه عما قدم للإسلام خيرا ترجمة نانسي قنقر